الصين إفريقيا بقدر التباعد الجغرافي بين المكوينين بقدر عمق التوجه التقاربي الذي منفك يأخذ شكل تغول لافت للعملاق الصينية داخل القارة السمراء منتدى تعاون صيني إفريقي وإذ يبرز فيه تعميق الشراكة بين الطرفين وتعزيز التنمية المستدامة كأهم المحاور محل البحث المشترك فإن الآلية لا تعد أن تكون سوى عكاس لأهمية خاصة توليها بيكين للسوق الإفريقية بدليل اعتمادها لخارطة طريق تتضمن التوجهات الكبرى للتعاون الصيني الإفريقي يمتد لآفاق 2035 على الأقل الزعامة الاقتصادية السياسية للصين في إفريقيا لا تتجسد في كتلة المشاريع الضخمة المستثمرة داخل القارة السمراء فحسب بل تحولت إلى صراعات تطفو إلى السطح بين بيكين وقوى عظمى تتوجس من الهيمنة الصينية على سوق إفريقيا مقابل تراجع بارز لحجم استثمارات تلك القوى هناك فلا فرنسا ولا أمريكا أخفتا قلقهما من ذلك باعتبار وصفهما لعلقة الصين وإفريقيا بالشكل الجديد من أشكال الاستعمارها يقول مراقبون إن الصين تعتمد في رؤيتها الاستراتيجية لإفريقيا على ثقل قروض تمنحها لدول إفريقية عديدة ومنشآت تمويلها كبونا تحتية أكسبتها فعالية ميدانية مقابل شركة تقليدية تعتمدها الدول الفاعلة في إفريقيا على غرار فرنسا التي لا تزال ترهن على مقاربة ما تصفه محاربة الإرهاب في المنطقة ودعم المنظمات الحقوقية كمدخل تتسلل من خلاله إلى العمق القاري مقاربة سريعا من كشف فحواها وفق ما يوصف بأحادية المصالح